وسط مخاوف عراقية من تحول الصراع السياسي إلى نزاع مسلح ضمن معادلة الربح والخسارة ينظر المراقبون إلى حج التظاهرات من زاوية نقل الخلاف داخل البيت الشيعي إلى الشارع بالمراهنة على ثقل الجمهور محذرين من احتمالية خروش الأوضاع عن السيطرة بمراهنة فرض الأمر الواقع بنفوذ السلاح وتشخص هذا الانتقال عدم نجاح الوسيط الإيراني الجنرال قآني في احتواء الخلاف بين زعيم التيار الصدري ورئيس اتلاف دولة القانون وأيضا عدم تمرير المراهنة على تفكيك الإطار التنسيقي من الداخل لتكون لعبة توازن القوى مسرحا مفتوحا حتى قرار المحكمة الاتحادية بدستورية انتخاب رئاسة البرلمان وفي هذا الصدد يقول الكاتب والبحث السياسي عزيز ياور إن زيارة قآني للنجاف وبغداد جاءت لتحقيق هدف الرئيس وهو توحيد البيت الشيعي إلا أنه اصطدم بتمسك مقتدى الصدر بموقفه برفض مشاركة المالك في تشكيل كتلة الأكبر داخل البرلمان لتبقى الأمور مفتوحة أمام مفاجآت كثيرة ليس أصعبها تحالف الوقت الإضافي بين التيار والإطار بتنازلات للحفاظ على المكون وعدم إضعافه سياسيا على حد وصف النائب السابق عدي حاتم ترجمة نانسي قنقر